المقامة الخمرية حدثنا عيسى بن هشام قال اتفق لي في عنفوان الشبيبة خلق سجيح ورأي صحيح فعدلت ميزان عقلي وعدلت بين جدي وهزلي واتخذت إخوانا للمقة وآخرين للنفقة وجعلت النهار للناس والليل للكاس واجتمع إلي في بعض ليالي إخوان الخلوة ذو المعاني الحلوة فما زلنا نتعاطى نجوم الأقداح حتى نفد ما معنا من الراح واجتمع رأي الندمان على فخد الدنان فأسلنا نفسها وبقيت كالصدف بلا در أو المصر بلا حر ولما مستنا حالنا تلك دعتنا دواعي الشطارة إلى حان الخمارة والليل أخضر الديباج مغتلم الأمواج فلما أخذنا في السبح ثوب منادي الصبح فخانس شيطان الصبوة وتبادرنا إلى الدعوة وقمنا وراء الإمام قيام البررة الكرام بوقار وسكينة وحركات موزونة فلكل بضاعة وقت ولكل صناعة سمت وإمامنا يجد في خفضه ورفعه ويدعونا بإطالته إلى صفعه حتى إذا راجع بصيرته ورفع بالسلام عقيرته تربع في ركن محرابه وأقبل بوجهه على أصحابه وجعل يطيل إطراقه ويديم استنشاقه ثم قال أيها الناس من خلط في سيرته وابتلي بقاذورته فليسح ديماسه دون أن تنجسنا أنفاسه إني لأجد منذ اليوم ريح الأم الكبائر من بعض القوم فما جزاء من بات صريع الطاغوت ثم ابتكر إلى هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع وبدابر هؤلاء أن يقطع وأشار إلينا فتألبت الجماعة علينا حتى مزقة الأردية ودمية الأقفية وحتى أقسمنا لهم لا عدنا وأفلتنا من بينهم وما كدنا وكلنا مغتفر للسلامة مثل هذه الآفة وسألنا من مر بنا من الصبية عن إمام تلك القرية فقالوا الرجل التقي أبو الفتح الإسكندري فقلنا سبحان الله ربما أبصر عميت وآمن عفريت والحمد لله لقد أسرع في أوبته ولا حرمنا الله مثل توبته وجعلنا بقية يومنا نعجب من نسكه مع ما كنا نعلم من فسقه ولما حشرج النهار أو كاد نظرنا فإذا برايات الحانات أمثال النجوم في الليل البهي فتهدينا السراء وتباشرنا بليلة غراء ووصلنا إلى أفخمها بابا وأبخمها كلابا وقد جعلنا الدينار إباما والاستهتار لزاما فدفعنا إلى ذات شكل ودل ووشاح منحل إذا قتلت ألحاظها أحيت ألفاظها فأحسنت تلقينا وأسرعت تقبل رؤوسنا وأيدينا وأسرع من معها من العلوج إلى حط الرحال والسروج وسألناها عن خمرها فقالت خمر كريقي في العذوبة واللذاذة والحلاوة تذر الحليم وما عليه لحلمه أدنى طلاوة كأنما اعتصرها من خدي أجداد جدي وسربلوها من القار بمثل هجري وصدي وديعة الدهور وخبيئة جيب السرور وما زالت تتوارثها الأخيار ويأخذ منها الليل والنهار حتى لم يبق إلا أرج وشعاع ووهج لذاع ريحانة النفس وضرة الشمس فتاة البرق عجوز الملق كاللهب في العروق وكبرد النسيم في الحلوق مصباح الفكر وترياق سم الدهر بمثلها عزز الميت فانتشر ودوي الأكمه فأبصر قلنا هذه الضالة وأبيك فمن المطرب في ناديك ولعلها تشعشع للشرب بريقك العذب قالت إن لي شيخا ضريف الطبع طريف المجون مر بي يوم الأحد في دير المربد فسارني حتى سرني فوقعت الخلطة وتكررت الغبطة وذكر لي من وفور عرضه وشرف قومه في أرضه ما عطف به ودي وحظي به عندي وسيكون لكم به أنس وعليه حرص قال ودعت بشيخها فإذا هو إسكندرينا أبو الفتح فقلت يا أبو الفتح والله كأنما نظر إليك ونطق عن لسانك الذي يقول كان لي فيما مضى عقل ودين واستقامة ثم قد بعن بحمد الله فقها بحجامة ولئن عشنا قليلا نسأل الله السلامة قال فنخر نخرة المعجب وصاح وزمهر وضحك حتى قحقها ثم قال ألمثلي يقال أو بمثلي تضرب الأمثال دع من اللوم ولكن أي دكاك تراني أنا من يعرفه كل تهام ويماني أنا من كل غبار أنا من كل مكاني ساعة ألزم محرابا وأخرى بيتحاني وكذا يفعل من يعقل في هذا الزمان قال عيسى بن هشام فاستعذت بالله من مثل حاله وعجبت لقعود الرزق عن أمثاله وطبنا معه أسبوعنا ذلك ورحلنا عنه شكرا للمشاهدة